يذهب الكاظمي إلى واشنطن فيتحدث أمام الأمريكيين كرجل دولة يسعى للإصلاح ويتعقب الفاسدين يدعي الكاظمي ذلك وينسى أو ربما يتناسى أن هؤلاء الفاسدين هم من أتوا به إلى السلطة بعد مباحثات بين ممثلي الكتل والأحزاب وبالطبع الميليشيات أيضا ينسى الكاظمي كذلك أن الفاسدين في العراق يعرفهم القاصي والداني وليس بحاجة إلى شركات عالمية متخصصة لتتعقبهم فيكفي فقط النظر إلى التشكيلات الحكومية منذ الغزو الأمريكي للتعرف على عدد لا بأس به من كبار الفاسدين في البلاد بل أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عندما وقف ليوصي العراقيين بالتصدي للفساد ومحاربته كان يقف بجانبه فؤاد حسين نظيره في حكومة الكاظمي والمتهم من قبل لجنة النزاه النيابية بملفات فساد قيمتها ستة تريليونات دينار عندما كان وزيرا للمالية أما عن الوجود الأمريكي في العراق وما حمله الكاظمي من رسائل من الميليشيات بهذا الشأن فيبدو أنه ليغير من الأمر شيئا فالأمريكيون باقون في العراق ما بقيت مصالحهم تلك المصالح التي تتوضت بزيارة الكاظمي وتوقيع المزيد من الاتفاقيات مع الشركات الأمريكية العملاقة مثل جنرال إليكتريك وستيلر إنرجي وشيفرون من أجل العمل في قطاع الطاقة العراقي نهيك عن المصلحة الأمريكية في الوجود العسكري في العراق لمواجهة التحديات التي تواجه النفوذ الأمريكية في الشرق الأوسط لا سيما التمدد الإيراني في المنطقة وبحسب محللين فإن الأمريكيين لا يهمهم حجم الفساد أو تهريب ثروات العراق بقدر ما يحرصون على ضمان عدم وصول هذه الأموال إلى إيران وهم ينتظرون من حكومة الكاظمي القيام بدور فاعل في ذلك للتضييق على إيران والميليشيات الموالية لها في العراق إلا أن الكاظمي يحاول مسك العصام من المنتصف كي لا يغضب حكام طهران وأتباعهم من قادة الميليشيات الأمر الذي سينعكس سلبا على الأوضاع في العراق ربما على المدى القريب اشتركوا في القناة